لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لما تكون الخلطة متوارثة يكون السر لا يقلد 1920 بدأت قصة النجاح ومستمرة حتى يومنا هذا في تطور وفي نمو ولكن النكهة نفسها والأصالة نفسها بنز حيمان حكاية بدأت من فلسطين الحبيبة وانتشرت وصلت إلى عمان موجودة في عشرة من محافظات المملكة الأردنية الهاشمية وإحنا لليوم لابا بنحكي قهوة بنحكي إز حيمان اليوم مين معنا رهوف؟ اليوم منورنا بالستوديو ضيف وصل من رام الله حامل معاه كل الشوق والحنين اللي بقلوبنا كأردنيين لرمالله وللقدس وللضفة الغربية إحنا اليوم معنا السيد ناصر سحيمان مدير العمليات في بنس حيمان يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحكم وصباح جميع المشاهدين وشكرا للكم على الاستضافة الكريمة أهلا وسهلا إحنا قلنا يعني أنت حامل معاك ريحة أهلنا بفلسطين ورائحة قهوة بنس حيمان اللي الحمد لله إنها موجودة في الأردن وفلسطين مع كل العباق وكل الأصالة وكل التاريخ الجميل الله يخليك يا رب أهلا طبعا الشعب الفلسطيني والشعب الأردني هو عبارة عن شعب واحد ما بين المصاهرة والنسب إحنا دائما لما منيجي على الأردن بنشعر حالنا أنه أنا كأني طالع من محافظة لما محافظة داخل فلسطين مزبوط يعني حاليا ممكن أني بدي أطلع من رمالة للخليل بتاخد معي فترة ساعة ونص ساعتين زمن من رمالة لما أوصل الدوار السابع في الأردن في عمام بتاخد معي ثلاث ساعة شوف كيف يعني إذا من نحكي كمسافة من الدوار السابع لما اتخل رمالة محافظة رمالة والبيرة نعم تقريبا ميت كيلو متر من رمالة للخليل حسب الطرق الموجودة حاليا صحيح توصل تقريبا تمانين كيلو فيعني المسافة واحدة المسافة واحدة والدم واحد والقلب إن شاء الله دائما واحد بون بدأ بالقدس الشريف يعني شو هالعراقة شو هالتاريخ القدسي اللي إحنا بالنسبة لإلنا لما نشرب صحيمان بيرجعنا إلى ذكريات يمكن لم نعشها ولكن شفناها من خلال صور من خلال حكاية أجدادنا خبرنا بشكل سريع عن بن زحمان كيف بدأ وكيف وصل إلينا طبعا شركة بن زحمان هي شركة عائلية عائلة زحمان عائلة مقدسية نعم البدايات كانت زي ما تفضلت في أوائل القرن الماضي تحديدا عام 1920 من الكدس الشريف وبعدين تم الانتشار والتوسع في محافظات مدن الضفة الغربية في عام 1967 تم تأسيس أول فرع في سوق السكر في الأردن وسط البلد طبعا هاي الجذور من عام 1967 لشركة بن زحمان في الأردن هي جذور وامتداد لخبرة في خلينا نقول تجارة وتصنيع وتحميص القهوة عائلة زحمان كانت من أوائل من امتهن العمل في القهوة في بلاد الشام بشكل عام طبعا لما يكون احنا بالنسبة لإلنا حاليا نجي للرابع في هاي العائلة أو في هاي التجارة ما بتكون بالنسبة لإلنا بيكون الهم كتير كبير انه احنا نحافظ على هذا الارث التاريخي صح صح فعلى قاعدة انه ليس الفتى من قال هذا أبي لكن الفتى من قال ها أنا ذا وبتكون كتير أجمل لما تكون انه ليس الفتى أو الفتى من قال هذا أبي وهاء أنا ذا وهاء أنا ذا أي واعترف بالارث التاريخي واعترف بنفسه يعني احنا لولا البدايات ولولا الأجداد ولولا يعني إحنا حاليا الجيل الرابع بتوجيهات وإرشدات الوالد الله يعطيه صحة وطولة العمر طبعا خبرته وحكمته في التجارة وفي التعامل مع القهوة منتج القهوة من المنتجات اللي بيكون فيه نوع من العلاقة ما بين المصنع لإلها والمنتج يعني مش موضوع أنه أنا بدي أصنع وبدي لازم يكون فيه اهتمام وبشكل عام المستهلك الأردني للقهوة يعني بعتقد أنه هو من أعلى النسب استهلاك للقهوة في العالم العربي بشكل عام وممكن على مستوى العالم طبعا فيه دراسات بتحكي في هذا الموضوع بتفاصيله بأرقام محددة المستهلك الأردني هو مستهلك ذكي وبقدر يميز ما بين القهوة المتميزة بالجودة وما بين القهوة يعني بقدر يميز ما بين أنواع القهوة طبعا هذا الإشي بتطلب مننا أنه إحنا في بنز حمان نعرف دايما إيش حاشة السوق إيش حاشة المستهلك وبناء عليها نقدم ودائما في عنا تطوير مستمر لمنتجاتنا بحيث أنها ترتقي بحسب توقعات المستهلك طبعا يعني سيد ناصر زي ما ذكرت بأنه بنز حمان تأسس بالألف وتسعمية وعشرين وإحنا اليوم بالألف وعشرين يعني يبيل الماسي وهذه لأول مرة صراحة منستضيف شخص منحكي عن علامة تجارية عمرها بالفعل مئة عام اليوم إذا بننفكر بالخطة الاستراتيجية لها الشركة حضرتك تفضلت بأنه اليوم أنتوا الجيل الرابع لهالبيزنس المميز جدا وتحديدا بالقهوة شو بتفكروا للمستقبل؟ شو الخطة الاستراتيجية سواء لفلسطين والأردن أو المنطقة؟ طبعا خلينا نقول قاعدة إدارية أنه ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته بناء على هاي القاعدة وبناء على الإشي اللي ذكرته موضوع أنه الإدارة بالأهداف إحنا اليوم بنحكي عن شركة كانت بداياتها هي عبارة عن شركة عائلية اليوم بتوفر ما يقارب أو أكثر من 200 فرصة عمل ما بين فلسطين والأردن والبحرين بالإضافة للتعامل مع عدة شركات في دول أخرى مثل الإمارات العربية مثل سعودية لبنان إحنا بنصدر منتجاتنا لهاي الدول فبناء على الواقع اللي إحنا موجودين فيه حاليا لابد من أنها الشركة تنتهج أسليب وهذا الإشي اللي موجود ومطبق عندنا بالشركة أسليب ومناهج إدارية حديثة اللي تتماشى مع واقع الشركة وواقع السوق بحيث أنه تقدر تستمر ولما بنحكي عن شركات عائلية الشركات العائلية هي بتبطل الموضوع إله علاقة في العائلة فقط وبيصير إله علاقة في البلد يعني إحنا لما نقول إنه بنز حمام موجودة في الأردن من سنة 1967 وفي فلسطين من 1920 في شركات عالمية بوصلوا للجيل الأربعة عشر نعم فإحنا من أهدافنا إنه حاليا إحنا شغالين على إنه نسوي حوكمة للشركة بحيث يتم بناء نظام وخلينا نقول شخصية اعتبارية كاملة للشركة ما يتم التأثير على هاي الشركة من قبل أي حدا من دول مصالح سواء من حملة الأسهم أو من حتى لأن الشركات العائلية في معظم دول العالم بتشكل تقريبا 70% من الشركات وبالإضافة إنه بتوفر فرص عمل ما لا يقل عن 50% هذا كدراسات عالمية في العالم العربي بتوفر فرص عمل بتوصل لـ 70-80% فاستمرار ونجاح الشركات العائلية مفيد مجتمعيا هو عبارة عن خلينا نقول مكسب اقتصادي طبعا طبعا للوطن للوطن فبتزيد من فرص العمل بتزيد من خلق فرص عمل للناس الآخرين فبناء على هيك إحنا في عنا العديد من المستشارين اللي هم أعضاء بالشركة في عنا مجلس إدارة مجلس الإدارة مكون من أصحاب الشركة اللي هو الوالد وأخوي وأنا بالإضافة لـ 3 أشخاص آخرين هم عبارة عن أكاديميين وناس عندهم خبرات مهنية في منهم مدراء برامج في جامعات طبعا دائما في عنا خطة استراتيجية موثقة ومكتوبة لمدة خمس سنوات خطة خماسية استراتيجيتنا في بنز حمان التميز في الجودة والخدمة رؤيتنا نحو العالمية عام 2025 يعني إحنا إن شاء الله خمس سنوات ما بعد المعاوية رح نكون إحنا حاليا بدنا في هذه المرحلة صح بس بدكم تتوغلوا أكتر طبعا إن شاء الله طبعا بالنسبة لإلنا البوابة الرئيسية للعالمية اللي هي الأردن خلينا نقول بحكم الأوضاع السياسية والجغرافية في فلسطين بظل السوق الفلسطيني منغلق وما في إمكانيات لا بس الأردن في الأردن يعني تجربتنا في الأردن كتير ممتعة كتير جميلة إنه بصير في احتكاك مباشر مع جميع الجنسيات العربية ممكن إنه الواحد يلتقي معهم في مقر شركته ممكن إنه يزورهم بكل أريحية فإن شاء الله إنه بدنا تكون بنز حمان يعني ممثل للمنتج الوطني الأردني والمنتج الوطني الفلسطيني وبقدر يغزو الأسواق العربية والأسواق العالمية وينافس في الجودة وينافس بإنه يكون متميز مع الشركات الأجنبية طبعا إحنا في بنز حمان دائما طموحنا بإنه نكون أفضل يعني إحنا سنة 2020 أداءنا حتما لازم يكون أفضل من 2019 و2019 الحمد لله كان أفضل من 2018 دائما يعني في عندك عناصر للنجاح التحسين المستمر والتطوير المستمر من أحد العناصر الرئيسية اللي إحنا دائما منركز عليها تطوير والاستثمار في الكادر البشري الكادر البشري اللي موجود في المتين موظف اللي بيشتغلوا في شركة بنز حمان أنا دائما بجزم بقولهم من أفضل الكفاءات البشرية اللي بتكون موجودة وبتعطي أداء ما بين انتماء ومستوى كفاءة وأداء عالي شوف إحنا سيد ناصر إحنا المنتج الفلسطيني بنعتبر منتج وطني فإحنا بنقول بأنه بنز حمان أثبت بأن المنتج الوطني قادر أن يضاهي المنتجات المستوردة بل ويتفوق عليها وزي ما حضرتك قلت المواطن الأردني لأنه عنده ذائقة رفيعة في موضوع القهوة وثقافة القهوة جزء يعني ثقافة استهلاكية كتير مهمة في حياتنا فإحنا بنقدر نعرف هاي القهوة جودتها عالية أو هاي القهوة رديئة أو هاي القهوة تجارية وإلى آخره أنت وصلتونا لمرحلة لما الأم تطلب من ابنها بتقول له روح بالله يجيب لي نص فوقية زحمان بقول لك صارت كلمة اسم الزحمان هي دلالة أو كناية عن القهوة ليش زحمان جودة تحبوا بالقهوة يعني خلينا نرجع للمنتج الأساسي حكي لنا عن قهوة بن زحمان ليش قدرت أنه هي تنطلق نحو العالمية بهذا الشكل نعم طبعا منتج القهوة زي ما ذكرت هو عبارة عن منتج التعامل معه بده نوع من الحساسية طبعا المدخلات الإنتاج في بن زحمان هي مدخلات إنتاج متميزة نعم قبل ما يتم استجلاب مواد الخام للشركة بتم فحصها وفيها عدة معايير وإجراءات إحنا شراءنا للمواد الخام بتم من خلال شركة سويسرية بحيث أنه هي بتكون ببعض الإجراءات اللي تفحص الجودة تركيزنا دائما على أنه نحافظ على نفس مستوى الجودة ونكون متأكدين من الإجراءات الإجراءات الجودة بإنه بتمشي كما يجب نعم بالنسبة للمعدات والماكينات اللي موجودة طبعا الخط الإنتاج اللي موجود عنا عنا خطين إنتاج خط إنتاج بفلسطين وخط إنتاج في بصنع الأردن هو عبارة عن نظام كامل متكامل بتحط فيه القهوة خضرة بتطلع مبكتة يعني خطأ العنصر البشري غير ورد على الإطلاق مؤتمة بشكل كامل مية بالمية طبعا في ثباتية بعد عملية التحميص برضه بتخضع القهوة لمعايير فحص الجودة بحيث أنه نتأكد بأنه الأمور كما يجب وبتتماشى مع رغبة المستهلك طبعا شركة بنز حيمان هي من كبرى شركات القهوة في الأردن وفي العالم العربي وأكبر شركة قهوة في فلسطين ماشاء الله يعني إحنا اليوم أستاذ ناصر سعدنا جدا بلقاءك على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي ونتمنى كل التوفيق لبنز حيمان في فلسطين وفي الأردن وفي البحرين وأيضا في كل دول العالم ومبروك هذا النجاح مبروك هاي المئوية وإن شاء الله دائما بتظلكم موجودين بخطة ثابتة وإنت اليوم قدمت لنا صراحة معلومات كتير مهمة مش بس للمهتمين ببنز حيمان وإنما أيضا في مجال إدارة الأعمال من الواضح أني أنت شخص مثقف وصاحب خبرة فاتشرفنا بمعرفتك شكرا إليك وطبعا يعني إحنا طبعا النجاح بيكون من دعمكم ومن ملاحظاتكم سواء كانت الملاحظات الإيجابية أو الملاحظات اللي الهدف منها تطوير وتحسين أي شغل وشكرا لصلافتكم الله يخليك يعني وجود بنز حيمان كجزء من مشوارنا الصباحي صح صح وإضافة نوعية يعني أنتوا أيضا بتضيفون الثقل ووزن وتاريخ عائلي يفتخر به شكرا لإلك مستر ناصر إحنا عنا فاصل ونعود صح الصح صح 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 ماروتنا